فجد التحية على حضراتكم ويمكن الخبر ده لو يعني حطنا له عنوان هيكون عندما يصادف لاختيار أهله لأنه هو ده بالزبط اللي حصل اللي حصل تعيين الدكتورة جيهان زكي في منصب الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير وبكده يعني إذا كنا نتحدث عن خطة تمكين للمرأة فأه يعني أعتقد أن ده أمر أو مؤشر على وجود يعني أمرات حقيقية على تنفيذ هذه الخطة ولكن بجانب قصة تمكين المرأة وأن يكون لها وضع أكبر ومساحة أكبر دكتور جيهان زكي موجودة في مكانها يعني لأنها فعلا أهل اختصاص وأهل تخصص وتستحق أنها تكون موجودة في هذا المكان اللي ما يعرفش فهي يعني طبعا موليد لأنا مش هقول تاريخ ميلادها أكيد ولكن هي خرجت كلية السياحة والفنادق قسم علم المصريات بجامعة حلوان بدرجة امتياز مع مرتبة الشرب ونالت درجة الماجستير في علوم المصريات عام 1993 وكان على يد عالم الأثار الكبير جمال الدين مختار حصلت على درجة أستاذ مساعد في 2005 وأستاذ في علم المصريات في 2010 و2003 تم اختيارها لتكون الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار لمنظمة اليونسكو بفريس لمتابعة الملف المصري الخاص بالتراث الثقافي وأسند إليها منصب مدير صندوق إنقاذ أثار النوبة في 2010 وبعدها تم تعيينها مستشار لشؤون الخارجية والمنظمات الدولية في وزارة الأثار في 2011 دكتورة جهان أسست الحملة الدولية لإنقاذ أثار النوبة بالشراكة مع منظمة اليونسكو وهي أيضا الرئيسة السابقة للاكاديمية المصرية للفنون بروما في أبريل 2012 وأستاذ علم المصريات بالمركز القومي للبحوث العلمية بجامعة السوربون الفرنسية وهي أول سيدة يقع عليها الاختيار لرئاسة الأكاديمية بعد 13 رئيس للأكاديمية على مدار فرابط المئة أعام الحقيقة يعني زي ما بقول حضراتكم يعني دكتورة جهان يعني اختيار موفق جدا نتمنى لها كل التوفيق في هذا المنصب وخاصة إنها كمان مش بس كل اللي أنا قريته لحضراتكم ولكن هي ثلاثة متقافة حقيقية وليها أبحاث وليها كتب مهمة تتحدث عن الثقافة وتتحدث عن الوطائق ويعني تبحث وتغوص في الوطائق وبتعمل مقارنات لطيفة جدا وتتحدث عن الدبلوماسية الشعبية وتتحدث عن المرأة يعني وتعمل مقارنات بين المرأة في باريس والمرأة في مصر يعني بالتالي هي شخصية فرية جدا موجودة في المكان الصح جدا نتمنى كل التوفيق لدكتورة جيهان زكي